ان التوسع اعضاء البريكس يلسط ضوء على الاهمية المتزايدة للمجموعة ودورها المتوسع فيما هو ابعد من كونها كتلة تجارية فقط وان اضافة المملكة العربية السعودية والامارات الى المجموعة لا يلسط ضوء فقط على هذه الاهمية المتزايدة ولكن ايضا يلسط ضوء على ابتعادها عن تحالفها طويل مع الولايات المتحدة ويشكل اطلاق بنك التنمية البريكس الخطوة الاولى في توسيع دورها كما يمثل اول منافسة جادة للبنك الدولي وصندوق النقط الدولي الذي معروف انهم متحكم فيهم الولايات المتحدة وتتكون الخطوة التالية للمجموعة هي اطلاق عملة مستقلة وعلى رغم من ان الكثيرين يعتبرون ان هذا بمثابة الخطوة نحو استبدال الدولار في التجارة العالمية انا اعتقد ان اي عملة جديدة قد تستغرق سنوات عديدة لتشكل اي تحدي للدولار وفي الوقت الحالي فان التهديد الاكبر الذي يواجهه للولايات المتحدة هو في التعاون المتزايد بين الاعضاء والاهتمام القوي بالانضمام اعضاء جدد ترجمة نانسي قنقر